الوطن النادي المصر البورسعيدي بقى بيشتر الدم صالح ومرسيله وكمان عشرين مليون جنيه عشان يستغنى عن حمدي للأهلي لا وصحة الخبر مش كده المقصود صالح جمعة وحسين السيد اللي هو مرسيل بس ده صحة الخبر كده بالطريقة اللي الكتب يا دي نقصه حاجة في مقابل أن حمدي يروح إعارة للأهلي كمان لأنه بالطريقة دي لن يكمل كده صالح جمعة ومرسيله ومرسيله اللي هو بيلعب في مكانه وعشر مليون جنيه أول اتنين مقابل اللعب اللي أصلا المصري واخده ببلاش من النادي الأهلي ودي فيه علامة استفهام برضه اللعب ده يخرج كده ليه ببلاش ليه ما تعارش لكن في كل الأحوال يعني خبر يغنيك عن التعليق لو بتسألنا أنا ما عرفش حاجة عن الموضوع يعني لو أنا بقى المكلف بأن أنا أعمل اتصالات لم يكلفني أي أحد بالاتصال بالنادي المصري بهذا الخصوص ومنسما ما عنديش خلفية إذا كان أقولك ده صح والغلط إذا كان حد اتصل وإلا كان فيه وكيل في النص بيحاول يعمل دور في هذا الشأن لأن الموضوع أصلا من الأول شائك أنا بالنسبة لي هو بالصياغة دي موضوع خيالي قوي كمعلومة ما عنديش معلومة في مبالغات من الأندية لما الأهل بيطلب لعب لا ما أنا قلت دي بالسنة اللي فاتت وزادت شوية لكن إحنا الحمد لله في صياق الحوارات الدنيا ماشى في شكل معاوض شوف أكتر لكن مش في الحدود دي خالص 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 ولا بالطريقة دي وأعتقد الندي الآلي سوف يحقق هدافه بالراحة 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 يحقق هدافه طبعا إن شاء الله